بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون من عادة القرآن الكريم أن يذكر الأحكام الشرعية وفي أثناء بيان الأحكام الشرعية يتطرق إلى بيان نفحة موجهة نحو الله تبارك وتعالى ليرتبط الحكم الشرعي بالخالق وليشع في النفس النشاط والعزيمة من هذا المنطلق ذكرت آية استجابة الدعاء هنا بعد بيان بعض الأحكام الشرعية وبعد هذه الآية تأتي آيات ترتبط بالأحكام الشرعية مرة أخرى هذا بالإضافة إلى أن استجابة الدعاء تناسب شهر رمضان فإن شهر رمضان شهر الدعاء والتضرع إلى الله كما أن الدعاء من أقوى وسائل الهداية فكل هداية من الله تبارك وتعالى وهذه الهداية الإلهية تتطلب جهدا من الإنسان نفسه ومن أقوى وسائل الهداية الدعاء الذي هو مخ العبادة وقد ورد في الحديث أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله كيف ندعو فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني يعني وإذا سألك يا رسول الله عبادي عني فسألوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فقل لهم فأني قريب إليهم وهذا القرب قرب العلم والإحاطة والقدرة والسامع والبصر لا قرب الزمان والمكان والجهة فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك أجيب دعوة الداع إذا دعان يعني أجيب الدعاء الذي يدعوني إذا طلب مني شيئا هذا إذا ضرفية ولعل هذا القيد يفيد أن إجابة الله تبارك وتعالى تأتي مباشرة حين الدعاء الله تبارك وتعالى يجيبه في نفس وقت دعائه بلا فاصلة وتكرار هذه الكلمة الداع إذا دعان لتركيز مفهوم الدعاء في الذهن فليستجيبوا لي يعني يجيبوني إذا دعوتهم للعبادة والطاعة فيطيعوني في الأوامر والنواهي كما أجيبهم حين دعائهم فمن يجيب الدعاء يستحق أن يستجيب له الإنسان وليؤمنوا بي إيمانا بوجود الله تبارك وتعالى وبصفات الجمال والجلال فيه لعلهم يرشدون لعل هؤلاء العباد بدعائهم واستجابتهم وإيمانهم يرشدون يعني يصيبوا الحق وطريق الرشد والصلاح ويهتدوا إليه وهو العمل عن اعتقاد صحيح وقد يتساءل كيف يجيب الله تبارك وتعالى دعوة الدع حيث لا نرى استجابة الدعاء في كثير من الأحيان الجواب الإجابة من جوابه ومعناه مراجعة الكلام والمقصود هو التوجه إلى الداعي وعدم إهماله وهذا معنى القرب هذا فيما إذا اجتمعت شروط الاستجابة وكان فيها المصلحة للعبد الصورة الثانية أن يعطيه أفضل مما طلب منه وهذه الصورة الثانية فيما إذا لم يكن في قضاء الحاجة مصلحة للعبد إما في الدنيا أو في الآخرة بحيث لو عرف الحقيقة لم يكن يدعو بذلك الدعاء وفي كثير من الأحيان نرغب في شيء معين ثم بعد فترة من الزمن يتبين لنا ضرره الكبير بحيث يتمنى الإنسان أنه لو لم يكن يحصل عليه أو يشكر الله تبارك وتعالى على عدم تحقق رغبته فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن يبدل العباد خيرا مما طلبوا يقول أمير المؤمنين عليه السلام ربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا أو صرف عنك ما هو خير لك فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته وعن رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مسلم دع الله سبحانه بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يؤخر له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثله فاستجابة الدعاء بمعنى تقدير قضاء الحاجة أو الأفضل منها وهذا يكون فورا عند الدعاء ولكن التأخير قد يكون في المقدر لا في التقدير وهذا مثل الفقير الذي يسأل التاجر الغني مالا قليلا فيعطيه التاجر فورا سكا بتاريخ اللاحق فيه أضعاف ما طلبه فأنه قد استجاب له فورا ولكن التنفيذ متأخر ولا يخفى أن للدعاء شروط وآداب مذكورة في الآيات والروايات بالتفصيل وقد لخصها السيد الأخ فمن أرادها فليراجع التفكر في القرآن المجلد الثاني صفحة 309 نسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لنا دعاءنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر